عاش الملیک عشر الملیک عشر الملیک عشر الملّ pleas عشر ملیک عشر الملیک هاش الملك رد الله، رد الله، رد الله هاي وحيد هاي الصباط ادخل ياه وحل كبل وحل كبل تحية للنظر كتناظ الأجل حقها هاش الملك أولا شكرا اولا شكرا للقناة شوف تيفي احنا هنا كنتواجدو مع ساكينة دوار الخرباء لان المشكل فاث وتجاوز الحدود دوار الخرباء جامعة صغيرة دائرة الوحدة اقليم وزان 18 يوم هو يعاني في صمت 18 يوم هو بلادو 18 يوم هم كيوعدوه وعود كاذبة المرة التالثة على التوالي في غياب تام للمسؤولين والمسؤولية كيتحملة بدرجة الاولى المسؤولين ديال المكتب الوطني الكارباء بمركز عين دريج هم اللي كيتحملوا المسؤولية ديالهم فذل القطاع اللي دام اسابيع عن دوار الخرباء والدوذب اصبح مادة اولية مليحة لا يمكن الاستغناء عنها ولو دقيقة واحدة ما بلوك هذ الناس 18 يوم هم بلادو اولادهم فطلام دلاري كيقرا وكاي اللي مريض مرض مزمين قصو يدير دوار ديالو في تلاجا كاي بزاف ديال الامر هذا تقصير في حق مواطنين جماعة صغيرة غياب المسؤولين كانوا ريحوا المرة التانية فاجدروا الوقفة الاحتجاجية وتحوروا مع المسؤولين وعدهم بانهم على انه اليوم دلبراء حيكون عندهم الطوء في الديور الناس الناول لانا ما حضرت السلطات وديا لا ليوم ولا غدا والطاولة ولا بدا فترة 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 وصلت للعظام والناس وصلت للعظام الصراحة هي هذه او ما معنى زبت الاخوانة هو معنى الاخكام فنول شماها حصريا خرجوهم من اجل الضوت 18 يوم هما في سلاوس وماشي الوقفة الوقفة اللولى الوقفة الثالثة على التوالي الوقفة الثالثة على التوالي لأن وعدهم بأنهم على أنهم يوم الجمعة هذه البارح يكون عندهم ضف ديور. الناس تنوي يوم الجمعة مجلس الضوء وما خرجوا رأى هذه المرة الثالثة 18 يوم لأن المسؤولية هناك يتحمل المكتب الوطني الكارباء وهو في غياب تام وملاحظ والناس اللي كيمتلوا الساكينة احتى هما ما هضروش هما قاموا بالواجب لأنكو كانوا الممتلين ديال الساكينة والمنتخابين قاموا بالواجب هذ الناس قاموا يوصلوا لنا وهذه ناخذ تصريحات حية مع هذ الناس ديال ساكينة الدول الخرباء. ها معنا الأخ كامل أخي السلام عليكم كنقدم لكم نفسي كامل الحلوم من ساكينة الدول الخرباء هذه 18 يوم احنا كنعاني من انقطاع الكهربائي ولكن الله يجزيكم بخير هذه رها تقريبا 800 أو 700 شخص اللي كاد عاني من هذه الضرفية هذه ديال انقطاع الكهربائي ولكن الله اللهم وجود الله عينا من صبره وعطونا الوعود الأولى وعطونا الوعود الثانية وعطونا الاجتماع مع قائد قيادة ولكن هذا البوست من اللي كيتعطى منطاجه واشعطى الدائرة ديال الخرباء للدوار الخرباء ولا التعطى المكتب الوطني بقمرية حين يضوع لمكتب المكتب الوطني الكهرباء احنا هاد البوست هدايا جينا غاد يركبه في الدوار ولكن هما جابوهن الهنا المسؤولين كيقول رئيس دائرة قال لك يا سيد إحنا غاد البوست إن شاء الله رحمه الرحيم هاد ليلة غاد يركبه في البلسة دياله ولكن مع العاصر وحنا كانت إحنا من يجينا مع الظهور راهنا كليننا هناش رابنا وحنا هاد ليلة بيتين مع هاد البوست هدايا راه إلا ما تدونيش البوست ديالنا هنالسكين دياله راه ما عدناش المشي من هنا أبدا إحنا جيبنا الفرج ديالنا جيبنا الملاطي ديالنا جيبنا الشمع ديالنا كما شعلين هاد شمعه هادي اللي كتشوفه هاد شمعه هادي كما كتشوفه كتسالهنا كتسالهنا في الدار حنا تاني ولكن الله اللهم اشهد الله اللهم إنا هذا منكر راه الحمد لله راه مخرجوا دابعي الشباب حيث عطونا لوعد راه كل شكر غادي يخرج هذا النهار هذا أقسموا بالله العلي العظيم إلى الدور كامل كان خارج تمنمئة شخص بالطفل بالطفلة ديالك غادي خارج تصورها صحب الأستاذ عندي جوج داري كيقراو تم مديرتها حاجة سير هو وذنعس واجهد قرأ في المدرسة واجهد نعس في القسم هذا هو المشكلة لكيين اللي طايحين في الدابة احنا عاش الماليك عاش الماليك عاش الماليك عاش الماليك عاش الماليك حياس إدنا حياس إدنا حياس إدنا راح نخصنا الضاو راح نبتل فين بعين دريش خياء عزيز صراحة كان بزاف دير تساؤلات هنا يا وقع الساكينة كانت تسألوا هاتش هذا واش كينا مزدقية واش كينا يعني تأتي الرأي العام على هاد الإدارات المحلية ولا مكايش بغينا نعرفوا هاد الناس هاد الجيال المعنية بالأمر أعطونا وعود سيمانة الأولى والسيمانة الثانية والثالثة وكل مرة كنخرجوك يقول نرجع بحيلكم غدا غدا يكون المحاول الكهربائي عندكم بالحق لحد الساعة 18 يوم إحنا بقي معدنا والو ما كان والو حتى شي واحد ما أعطانا شي حاجة اللي صحيحة اليوم أعطونا وعد بأنه غاد يركب المحاول في نص نهار العشية التالية بالأخ وداب الحدي الآن تحس ساعدة بربما تسعود ولا العشرة نعم يا أخي الكريم يا أخي الكريم الله يجزيك بخير أنا غنوجها لك واحد من إداء أنا السعودي أنا عاطيني سيدنا عاطيني سيدنا الله نصر وعاطيني مبادرة السياحة كعندي مبادرة السياحة جاء عندي سواعدة للدار القو يكرروا عندي القو ما عدي لك لا ماء لكهرباء قل لي يا أخي يا أخي أنتم ما عايشين في الحالة هذه قتلوا آه والتصور ديك السعودي عاش معاي بلا ماء لكهرباء في الدار ديالي مدة سيمانة أقسم بالله العظيم إلى مدة عشر أيام وهو سكن عندي بلا ماء لأضو كنشعل له الشمعة بحما كنشعل الراسي كنشعل له عندي دار ضيافة يعني جميع المصالح معطلة عن دماء في الدوار بحالة شخي جميع المصالح معطلة أنا سيدنا عاطيني المبادرة سيدنا عاطيني المبادرة ديالسياحة واحدة لاربعة الناس ولا خمسة الناس تم في الجامعة ديالنا والله العالي العظيم إلى جوجة الناس عاطينينا في دوار الخرباء عدنا مبادرة بجوجبنا والله ما مستفدين مشيطة المبادرة لتنمية البشرية ونحن عندي البلاكة قبل أن أطرح سؤال نشكر جلالة الملك التي أعطيت دعم للقرى وشجعها لأن سلطة المحلية والجهة المعنية في الأمر تعطي الماء والضوء والدروف وفر لنا الضروف للعيش الكريم وش فهمت يا خي عزيز يعني نحن هاد الناس هاد العامل اللي حطوا الملك في وزان ما أخرج بشي قرار ما أعطانا شي بلغ عارفوا السكينة بأنك تعاني لمدة 18 يوم لمدة 18 يوم 18 يوم والناس عندنا لا دولة ماء وش أقول لكم ما قدرتها شي واحد يقدر يعطينا شي كلمة ولا شي واحد صحيح لحد الآن هنا من العشياء قد يركبون المحاولين سيروا في حيكم حنا بقنا نتسنى على الله يحاولون المحاولين بلسوك جتنا أخبار بأن المحاولين سيتحول جهة أخرى بقنا نعرفه فين كيل الخلل هذا هو الكائن نحن لا نحركين مننا هنا خي عزيز عود لسؤال تقول لك جهة أخرى المكتب الوطني والناس المسؤولين على الله تقول لك أن الناس لم تخلصوا شي وعليهم كائن الضوار لعليهم كريدي لا بالعكسة خي عزيز كان علينا واحد طباقة كانت عليها الكريدية تخلصوا قاع الكريدي الذي كان عندهم وعدنا بأن لائحة لا تحرق المحاول لا تلقوا شي ويش يشتريوا محاول لا مبرر ولا مسؤولين ما بغوش يخدمون معانا ولا ما بغوش يعطيونا حقنا. هلأش كي يعاقبونا؟ هالنس اللي خدموا الطنقية؟ ها لا اي حق يا عزيزان لا اي حق ثرم عشرين واحد وباقي باقي كين الدراري. الناس مقبلين للزاوج كيلي عد وجد المسكن دياله. كيلي كيتطالب بالعداد. واش هذا مبرر. هادا جيبنا الناس بغين يدخلوا العداد. هادا مبرر باش يعطيونا محوي الكهربائي. لا يعقل لا يعقل في الفين واربع وعشرين وساكينا على قدة بان تمنتاشر يوم يفضلان. راكي الناس احنا مش كالراعي وغير رأسنا. احنا كالراعي وحتل دك الدراري. اللي شحاله ما ممكن ينضراب ديال اساسي دا. وما قرأوش. وفاتت عليهم تقريبا نص دورة. ولا ربما انتهت. وداب فاش انا غير تحقوا بالدراسة ديالهم يتفجؤوا بان الضومة كانش. كيفاش هادا دراري غادي قرأو. كيفاش غا نكون هادا الاسرة. كيفاش غا يطلعها التلامت. واشتعرفت احنا الكبار النفسية ديالنا تأزمت. وربما كان لي مرض بالاكتئاب. يعني ما مولفين شهاد الحياة. ما بلوك الدراري صغار. كيفاش غا نوجوه. كيفاش غا نوجوه. شنا هو السؤال اللي غا يكون مطرح. بالنسبة للتلامت. هلاشا بابا فوقاش هتجيبونا الضو. ثم تنخلصوا خاصكم الضو. اه انا كنخلصوا. احنا الفواتر ديالنا كمين خلصين. اه شال ما لي. احنا كساكينة. احنا كساكينة. قدام الحاقينة ديالسد لوحدها. ما مستفديش من الماء الصالح للشرب. كساكينة. اعرفتش حال من دوار ولا. وما مستفديش من البلد ديالنا مشى. الفرم ديالنا مشى وتمى. ولكن الماء الصالح للشرب ما عادناش. تبنتم الدوار من قريبين عن السد. ومنه وطلع كامل ساحبيرها. هذا هو اللي كين. الله ما ان هذا منكر اخويا. هذا العيش هذي يرى. الله الله من جهد الله. انا بالنسبة. انا بالنسبة. انا بالنسبة. للي يقول الله العظيم الى واحد. شحل من المرة. كان قرر ان بيع. ان بيع. دار ديالي السكنة ديالي مشى نسكن في المدينة. والله العظيم الى شحل من المرة. فهذه الظروف هذه الانقطاع الكهرباء. السلام عليكم. كان قدم راسي عبدالغاني الدبيش. اضرورة. نقدر يكو ذا بولا كل شي كي يعرفني. اعلى شرب الزاف. وانا كنت طالب لها الظروف. مرة الولياتين. انا كنت نطلب بها المطالب. راح نعينا صاحبي. الله ما هذا منكر. اول حاجة. اصحبي. انا كنت نقول والد عدوا السكر والد عدوا هذي. لابا هتضيع اللي. حوال شحامل حاجة ضاعث لنا. لا من عن حسبوها اول حاجة. ياك. لا من. كي يقولون جون حسبو. اجوا حسبونا. لا كنا ذايري شي حاجة جون حسبونا. مش تسمحوا فينا. وعطونا الظواج وحسبونا. عاد قولونا. كي يقولون جون حسبو مع الناس. واجيبونا الناس. واجي انت حسبو معاكم. ما كنا نشهد يا صاحبي. كل شي مخلص يا صاحبي. كل شي خلص. كل شي قدال فتورة ديالو. دابا كان طالبوا صاحبي. بالضاو. او شي كنهارا نقولوا واحدة. اش نسمي ذو. كنهار نقولوا. قصنات ضاو قصنات. رابز زافة صاحبي. والحواجة صاحبي. او لان لبسو الحوج. 20 يوم صاحبي. من قريبين 20 يوم دابا. بزفة صاحبي. الله ماذا مكرر. كل ذا ببادا صاحبي. وكي نشته و. الحمدلل على الشي اللي ينزل بعدك. وما لا حول الله. لا يلها الا الله. محمد رسول الله. عاش الماليك. عاش الماليك. عاش الماليك. عاش الماليك. عاش الماليك. كان طلبهم سيدنا يدخل اراحنا يا مفحلتناش وكلشي رك عارف احنا غير دراوش كلشي هنا غير دراوش اقول لي ما عدوشي الغالب الله الى احنا الخمسة دنسة وستة معدنش باش خلصوا الغالب الله صاحبي اصعب اراه مكيا يلا خدمة الاولو في البلاد صاحبي اراش غنبقى انزيروا على المواطن بزاف واكينا صاحبي واحد هوا هنا يا هوا مشاكا يخدم غير الكاروسة صاحبي فصة 18 الف يلغا في السم يدريعه بشي رجع عصابي الله مخطا صاحبي كيخدم فصاء انا كنبيعوا شريف الصاء كايترزق الله مع هذا ومع هذا ومع هذا صاحبي في الخالل يركبو النظويج ويحسبو يخرجوا الادارة غير نعسه هنا يا صاحبي ادارة صاحبي غير نعسه المحول عهنة يا دابا ركاين محول ركاين صاحبي وعوض الخوياء الله هذا منكار صاحبي حشو يا صاحبي والله هلحشو مبله أنا أثناء صاحبي كنت أدوشا ع البيبطى طويلة أصبح عجيد estão مندقة والله يلاحشون keluar أصبح ان ihn يكون لayer دفع يشاهدون فيها إذا كنت عظيم يضام النيل اللهم هذا منكار صاف يصعب يرح نعين الله ولمجد الله ما محركينش من هنا الله الوطن الملك الله الوطن الملك لا ليهم ولا غدى والضاوي لابدى سوى ليهم سوى غدى والضاوي لابدى سوى ليهم سوى غدى والضاوي لابدى يا عزيز من هذا المنبار كان حيو جلالة الملك على المجهود اللي كيقم به وكان حيو من هذا المنبار كان حيو الصحافة والرأي العام اللي واقف معانا في جنبنا وكان حيو السلطة المحل وكان حيو السلطة المحلية اللي واقفة في جنبنا وما مهم باقي الحد الآن كانت تسأله وكانقوله الناس يعطيونا جاوب مقنع لماذا لمحاول الجلدر تضعوا مع طنج النهار وباقي ما وصلش البلسو فينا هو الخلال وفينا كان المشكل وشكرا رجعوا رجعوا لنا رجعوا لنا عزيز كيش أسئلة خيك الصحافة الصراحات خارجت دينا وقيلة أنا كان ضمن أخي عزيز ولو الصحافة تحية الصحافة وتحية نظالية للناس اللي كي وقفوا معنا ولكن على ما أضم بأننا رأي العامة عنده شتأثير على الإدارات المغربية صيفة عامة يعني ولو أنتوما معنا متبعنا تقريبا عشرين وثمانتاشر يوم وما كيشي ربما ما كيشي تأثير ربما ولو كتقوموا بالواجب ديكم كصحافة كان ضمن بأن الصوت دينا ما كيتسمع لحد الآن 18 يوم وإحنا كننضلوا ولحد الآن باقين كنطلبوا بالحقوق دينا وباقين مستمرين وباقين كنقولوا إن شاء الله الفارج قريب هذا هو اللي نقدرون نقوله وتحية الجامعة وتحية المناظر للحرار عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك هو صراحة أخي عزيز شو أقول لك احنا كنطلبوا مرأيز دائرة ومن الباشا يعطينا الكلمة دياله علاش زعمال بوسباقي ما التاحق دبا نعم أحنا كنطلبوا مرأيز دائرة ومشاكل لديكم ومشاكل لديكم سبيطات خير تعرفهم لكن السبب يلو السمقات تعرفهم وشكالشين خيرات من طرف مؤسسات سياسية خارقوا معكم بعمل وكمعهم الممثلين الممثلين السكينة لا كي نفجن بنا ربما السلطة تحية لهم هذا المنبار ركي قموا بالمجهودة ديالهم وتحية للرأي العام اللي معنا حاليا وتحية الممثلين السكينة ومن ناحية ديال السياسر لمستيوى جماعات صغيرة شنو كفر ديال الممثلين الموقف ديال لا بصراحة يقول لك نحن نطلب الحقوق ديالنا معكم نحن واقفين معكم ولكن نحن مش من الحدي الآن مش من أولو يعني كين كلام فارغ ما كينش حاجة ما كينش المزاقية ما كينش تقول ليا طينا الحق ديال نحن نطلب بحالك وانترك ممثل السكينة ولا رئيس الجماعة ولا 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 ما نحضروا في الجامع يعني كيف تخرج مع السكينة ودقوا لناس سكينة شنو بغات تحقق المطالب للناس انترك رئيس جماعة أو مثلا عظم وممثل السكينة الناس انتخبت عليك لأساس أنك باش دافع للحقوق ديالها ما تحطي نش تقول لك غاد دولة بعد ولا 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 لا ما سمعوها حيث حرفت علاش حيث قلت النسي مانة الأولى وسي مانة الثانية وحنا في الأسبوع الثالث إذا في كال الخلال وحنا رأى ما غاندقوا ما غاندقوا ما يستنى وليش ندقوا في شيء باب ولا لحصلوا كاباكي وما يقولوا بهذا المنبرة هذا ولا غير رغبوا شيء واحد ما نعرف كيف نحن نعرف الله الوطن الملك ما تعترفوا بشيء واحد ما تعترفوا بشيء واحد مثلا مسؤول علينا ولا غانب فيهم نطلبوه نحبو ليدين باش يجيب الناس لا نعرف هذا. نحن نعرف الجهة المعنية بالأبرو والسلطة المحلية التي يوقف معنا. وكان نوجه نداء العامل عملة وزان. الملك الحبيب حتى تلبنا نداء المشاكل لنا. نحن لم نقرأ شيء تصريح ربما. لم نعرفنا شيء. لكن شيء في الخافة ما بقى الآن لا نسمعناه. الآن 18 يوم نطلبون الحقوق لنا. وان忙 مالك كاملًا لم نقتربهم الناس وطبعهم بالثروف عن القويرة. و 상ِقليل نسترد قطعت للprendeds. começاتنا ليس للم Stockholm. وانا لانحقنا للمعنى لنا نطلبه بحق المسروع توجدنا. لا بل覓ئنا للمعنى تحقيق هم تأمين. لا ب сообщ نفس تخصص خصواتي الخاص بالزراء إلى محاولة ثلاثة يمثلة ونحن 18 يوم نحن نشده ونطلبه ونطلقنا جميع البيبان ولو ما عطونا الحلول بغينا عاشي حل وش عباد الله بوحول الساكينة فقدت السبار دياله يعني عيث مكتسبار الساكينة عيث مكتسبار وفي نفس الوقت عاد خرجت ومن خرجت شنو دانلا سكتوها بواحد القاضية جيبنا المحول منطنجا منطنجا لعيندر جابوه الدرد الضو يسكون جاثم عالوي كانت تسبدوا الحد سيروا في حيكم ها؟ جابوه متناش النهار متناش النهار هو هنا متناش النهار هو في الدرد الضو علاش ميخرجوش يقولون ناش نوكاين احنا كنت انتظروا مسيل باشي قدر نعطيها الكلمة يقدر يجاوبنا على هادشي لا احنا ما شاء ردينا اخذ معنا لا اقدر جاوب اعطينا ربما انا لا اريد ان اعطيكم الكلمة التي اقومتها انا سأريد معكم ان هناك مكانة لا تساعد المكانة انتم لا تعرفون هذه المشكلة وكبناها معكم من البداية كان هذا اصلا مشكل تقني يعني لا يحتمل مجموع حمولات لا سياسية ولا غيرها مشكل تقني بالاساس من هذا الاستفاد ايضا مشكل ايضا مدير كلمة لذلك المسأل هذه المرحلة تقنية لا تحتمل سبب و انا مشكل لا مستوى ومحويلة كهربائية كهربائية محويلات كهربائية لا لا على هذه المحويلات كذلك نشعر الخرباء لا 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 لأننا نشعر خلف العرباء هذا الجوش الذي يحصل إلى هذه المحويلات لديها المحويلات لأنه لا يستطيع شيء لإنسان لعنى المتأخرة لأنه يتحرك خدمنا عليه نحن كسلطة محلية والناس ديال الجامعة استطعنا أننا نعزلوا هذك الناس كل هم اللي مرتبطين بهذا القصة هذا وعدنا الإحصائيات ديالهم وقلنا للناس والديرة عندكم تقريبا واحد عشرين ألف درهم ديال المتأخيرات على هذا المحوول هذا اللي التضرب وكانوا داروا واحد البادرة يعني كان يخلص داك النهار براس وكاننا في حوار معاهم هنا وكان يخلص هذا الهيام هذي اللي فاتت يعني هذي المشكل ديال الأداءات تهم بالاعتراف ديالهم تجاوزات يعني أخداو الأغلبية ديال المتأخيرات اللي كانت عندهم بقى عندهم واحد المشكل ديال داك النس اللي مرتبطين بالشبكة الكهربائية بدون عدادات هذوك بعد ما جبتون هذك اللائحة انتم حاضرين معنا راه توصلنا مباشرة مع المسؤولين ديال الكهرباء وعطيناهم هذك سميتهم أعطيناهم هذك الوضعية هذك وقلنا اليوم رأى الناس مستعدين باش يتاهي هذه الوضعية هذي سفوها ولكن هذه المسألة كتطلب واحد المجموعة ديال الإجراءات الإدارية لأنه خاص واحد شهادة تربط مع الجماعة خاص هذك الشهادة ديالذك القاطع هذا الديجنكتر تكون تهي سميته أفق قارنتي يكون داك الشهادة ديال الكهرباء المعتمد يعني توتندو سيلي قلنا اليوم ما يخطف شي سميته بالنسبة للسيد العام هو متبع هذا الموضوع من النهار اللي هو المعاكم نيت هو ولا السيد الكاتب العام كما قلت لكم تواصله مع الناس ديال إدارة ديال الكهرباء وآخر اتصال لجابي الله تتيتير هذه العشيرة ديال السيد الكاتب العام ديال العام حاضرين انتم فاشا نمشيت وعيت السيد الكاتب العام قلت لكم رأعطاوكم بعدها هذك أعطاوا الإيد للناس ديال الدو بشير دوليكم هذك هذك الدو هذا المسألة كما قلنا هي هذا الحالية تقنية محضة يعني الناس خداوا الإيد بشير دوليكم هذك المحول الكهرباء على أساس نبقاء خدامة على هذك الوضعية ولكن غي واحد حاجة اللي يخصكم تعرفوها هذو الناس اللي يمشوا يجيبوا البوست ومشي هم اللي يجيبوها أصلا دابيتود كتجي دك لكيب ديال الشاول حيث احنا الوكالة الخدمات الإقليمية عدنا في الشاول الناس اللي يجابوه البوست غي باشي يسبقوا شوية ويسهلوا المأمور ياخ شو جابوه هذو ديال المجاعة شو جابوه من طنجة ولكن التركيب دياله غدا ان شاء الله غدي تم من طريق فريق مختص ديال الناس ديال الشاول نسمعنا ليش غدا نسمعنا اليوم لا لا نسمعنا اليوم لا نسمعنا اليوم هو أنا اللي يجب ليكم قبيلة بارح و البارح لا را الحد هذه العشية هذه اصلا ما كانش عندهم الناس ديال المجاعة ويجيعودوا يركبوا هذا المحوول هذا بعد ما تصل سيلكاتيب العام بتاهوة بسيلمو ديال الجيهاوي را هو اللي أعطى ذا بلئين لناس باشي مشي مشي سيد رائس هذا المحوول هذا را ماجي للساكينة الخرباء كخصم يجيو مع الناس المختصين من الشاول يجو يركبوا المباشرة لا 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 الناس باشي يسبقوا ورفحال هذه التهوى من البناء الربيع رمشي الناس الذين يجبون الناس وعاجت لكيب الناس لكيب الناس هادو الناس غيباش يسهلون المأمور يا بعضيات هم عودوا ما يتسلون لكيب الناس يكون يجيب الناس ويجيب ويركبوا إلا لحطورة بقف الوسيلة ذي لكي جابتوا وغدا ان شاء الله سوف يجب الله شافوا لك سي الرئيس الصراحة ولينا كان فقدوا اتقال لا لا شوف ما تفقدوا لا اتقال اول وانا كما قلت لكم هذا المجال لانا قبل هذه واحدة ساعة المجالة قبل ما كيناش ساعة المجالة دابا جيت معاكم من واجب جيت عندكم يعني هذا المرات التانية من واجب انساني وكثار من هذا يعني من الواجب ديال المسؤولي اللي مقلبنا بها سيدنا انتم مفحال وليداتنا ما بغيناكم شي تباتوا في هذا الجو هذا ديال البرد في هذا الظروف هادي غادي تلقتوغي المرضو غادي تصابوا بشي حاجة لانا هادي المبيت اليكم مهيزيد ما تنقسم عيزي دينة ازمت ازمت عيزي دينة ازمت ازمت عيزي دينة ازمت عيزي دينة ازمت في عن قصة البيت کوكو انساني سيضح البرد ولكن الاورت پول فيدوك رائع المبيت اللي كتسروع اللي ما بيت رمشيك مصلحتكم وما غادي زيت تحجف هذو قضية دي لكم غير غادي تتاخدوا لقد در الله شي مرض ما فينا ما يبدي عوداني صباح تبديوا تقلبوا على دولي بران ورينو ميسين وشي حاجة واحدة اخران هاد الشي اللي كيف المهم شوف المهم في المسألة كاملة هو ان البوس غدا ان شاء الله غادي يركب دونك لا داعي انكم تبقى هنا في البردان شكرا لسعب السلام عليكم السلام عليكم دونك بوحة سعدات الرأيس بصونا لم يكن日本 طاقة صاعق نحن نتوقع هنا لقد لحظن الدونك هاد الشيح 3 أو لا تقوم بحاجة قدام المغربة شكرا لكم متابعين ومشاهدين الأوفياء كنا معكم في ذوق الاتجاج لسكينة دوار الخرباكي كما سمعت نواعدهم رأس دائرة أنها قد يركب المحول الكهربائي فقال لهم لا دعي أن تكونوا هنا في البرد وعد بالمباشر رئيس دائرة قال لكم عيركب المحول غدا إن شاء الله هراها عيركب ما فيهاش منيقاش إن شاء الله الرحمن الرحيم